أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وبعد بإذن الله معنا اليوم درس من دروس النحو للصف الثالث الإعدادي بعنوان صيغ المبالغة إحنا تكلمنا قبل كده وقلنا عن اسم الفاعل وإن اسم الفاعل بيدل على من فعل الفاعل أو قام به زي ضاربة فهو ضارب ولعبة فهو لعب ولكن اسم الفاعل بتدل في اللغة العربية إن لها صيغ كثيرة جدا وإحنا قلنا إن أول صيغة بتشتق أو نأخذها من الفعل هي اسم الفاعل فاسم الفاعل من ضربة ضارب ولكن ضارب بتدل على الإنسان اللي ضرب مرة أو مرتين أو ثلاثة لكن فيه إنسان يضرب كثيرا أو يكرم الناس كثيرا فاللغة العربية صنعت له صيغة معينة وهذه الصيغة سميت بصيغ المبالغة فصيغة المبالغة هي أسماء تشتق من الفاعل الثلاثي غالبا ومن الرباعي أحيانا للدلالة على قصرة حدوث الشيء يبقى هي بتصغل يا أولاد للدلالة على قصرة حدوث الشيء زي مثلا لما بقول غفور الإسم الفاعل منها غافر لكن اللي بيخفر كتير ربنا سبحانه وتعالى بيخفر لنا بيخفر ظنوبنا كلنا وبيخفر كتير فنقولش عليه غافر نقول عليه غفور شقرة شاكر فربنا سبحانه وتعالى بيشكرنا كتير بيشكر فنقول عليه شقور سمع سامع لكن ربنا سبحانه وتعالى حافظين نعرف ونعبر عن أن ربنا بيسمع كل شيء فنقول سامع ما نقولش سامع نقول سامع وهكذا فهذه هي صيغ المبالغة طيب إحنا عندنا كم صيغة للمبالغة صيغ المبالغة خمس صيغ أول صيغة على وزن تأتي زي ما قلني اسم الفاعل بيأتي من السلسة على وزن فاعل فصيغ المبالغة لها أوزان منها أول وزن فعول صدقة بقول عليه ده رجل صدوق يعني كسير الصدق غفر رجل غفور أو ربنا غفور رحيم رحمة رحيم شقرة شقور حمل حمول يبقى أنا عندي صدقة صدوق غفر غفور شقرة شقور حمل حمول كل ده على وزن فعول رقم اتنين فعيل 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 زي سمع سمع فطن فطين رحم رحيم جل جليل قوية قوي عصى عصي تأثير العصيان يعني رقم ثلاثة فعال أو فعال غفر غفار إن الله غفار زنوب وهب وهاب علم علام وهكذا سبق سبق رقم أربعة مفعال أعطى معطاء أقدم مقدام لما أقول ده هذا رجل مقدام يعني فارس شجاع لا يخاف شيء أتلف متلاف لما يقول هذا الولد أتلف الأشياء وهو كسير التلف ما أقولش كسير التلف بنعبر عنها بحاجة سهلة قوي بنقول متلاف مفعال بكسر الميم مف وسكون الفاء مفعال أعانى معوان هنا في كلمة أعانى معوان ليه؟ لأن إحنا قلنا قبل كده في اسم الفاعل إن أي ألف في وسط الكلمة لازم يكون أصلها يا إما واو أو يا فكلمة أعانى عوانا فأصلها نقول معوان رقم ثلاثة رقم خمسة فاعل فاعل زي نهمة نهم جشعة جشع يعني أنت رجل جشع يعني كسير الجشع كسير الحق حذر حذر شرص شريس وهذه عبارة تجمع أوزان صياغ المبالغة القياسية هي مقوال كذاب وأنت حذر والله غفور رحيم فصياغ المبالغة اللي احنا قلناها مفعال فعال فعول فعيل فعل هناك ملاحظات منها صياغ المبالغة تشبه اسم الفاعل زي ما احنا قلنا فكلا هما يدل على الحدث ولكن صياغة المبالغة تدل على الحدث بكثرة أما اسم الفاعل فبتدل على الحدث مرة واحدة رقم اتنين زي ما قلنا بالضبط في اسم الفاعل أنه يعرب حسب موقعه في الجملة هو بيعرب اسم الفاعل حسب موقعه في الجملة فهنا صياغ المبالغة تعرب حسب موقعها في الجملة إن الله غفور رحيم فغفور خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضم تدخل على صياغ المبالغة التعريف وعلامات التأنيس أو الغفور وعلامات المسنة وعلامات الجمع وهنا بعض الأسئلة عين صياغ المبالغة وأوزنها في ميال المؤمن كي صنفط كلمة كيس فطن على وزن فاعل فطن على وزن فاعل وكيس على وزن فاعل المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف قوي والضعيف على وزن الفاعل لا تطع لا تطع كل حلاف مهين مهين هماز مشاء بنميم عطل بعد ذلك ذنيم مناع للخير معتد أثيم أو مناع للخير معتد أثيم فكلمة مهين على وزن فعيل ونميم فعيل وزنيم فعيل وأثيم فعيل كلها صياغ مبالغة وإلى هنا ننتهي من درس صياغ المبالغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته